بالنسبة للكاميرات في أكثر من شركة بتصنحهم أشر ثلاث شركات على مستوى العالم الآن في سنة 2024 لهم الشركة كانون سوني ونيكون طيب يليو شو الأفضل بينهم أنا شو أشتري شو الأحسن إلي صراحة حبيبي الثلاثة ممتازين كلهم بعطوك جودة ممتازة للصورة الدقة عالية إلى آخرين لكن في أشياء ثانية لازم تأخذها بعين الاعتبار منها سهولة البيع والشراء وهذه أهم شغلة كل كاميرا خصوصا أنت بيسوق المصورين رح تشتريها أو أي قطعة معدات إن كانت إضاءة أو مايك إلى آخرين رح يجي وقت وتطوره وتحدث عن اللي بعده فرح تضطر تبيع اللي عندك بالنسبة لسهولة البيع والشراء في الأردن للسوق الأردني أفضل كاميرا تشتريها اللي هي كاميراة الكانون 90% من الموجود على السوق المفتوح حاليا اللي هي كاميرات كانون وعدسات كانون فسهل إنك تبيعها وتشتريها وما رح تخسر كثير بحقها النقطة الثانية السونية ليو بيحكوا إنها ممتازة واحترافية أكثر ولآخره السوني فيها إعدادات وخيارات مخصصة للفيديو أكثر من الكنون والنيكون الكنون هايبرد بصورين الفوتوغراف والفيديوغراف لكن إعدادات الفيديو اللي فيها مش زي الموجودة بالسوني هذا اللي بدنا ننتبه له عاد عن هيك كمان بدك تنتبه لموضوع الكفالة كم مكفولة سنة إذا إلها كفيل أو وكيل حصري في الأردن ممكن يصلح لك ياها قطع الغيار والصيانة كمان هاي الأشياء بدك تنتبه لها فالفكرة أنه أنا بتفتح مخك إنه فيه إشي أكبر بكثير من إنه موضوع بس إنه هاي الكاميرا أحسن ولا هاي الكاميرا أحسن زي لما تقولي إيش أحسن سيارة حبيبي بكل الأحوال إذا تعقدت عليك الأمور لا تنحرج التواصل معي للإنستجرام أو الفيسبوك أتليو دوت حماتي حبيبي فرح أرد عليك بس رع وقت ممكن خبرني إنه يليو هاي الكاميرا لقطة ممتازة سعرها ممتاز أشتريه ولا لا فأنا بنصحك هاي الكاميرا ممتازة هاي قديمة هاي سعرها منيح ولا آخره فسامحوني صراعا إذا ركست بهاي الدورة على كاميرات الكنون أكثر بمعظم الفيديوهات لأنه معظم السوق حاليا 90% منه كاميرات كاميرات كنون لكن رح يكون فيه جزئية مخصصة أكثر لكاميرات السوني وفيه جزئية كمان لكاميرات النيكون